مرض ما قابل السكر ده مرض وبالتالي محتاج ضبط مستوى السكر عن طريق حاجتين مهمين جدا أول حاجة تغيير نمط الحياة دي بقى اللي نحط تحتها خطين 13 خطوط زي ما نحضر الناس كلها مريض السكر مريض الضغط مريض الكوليسترول متخيل انه هيروح للدكتور هيكتب له علاج في روشيتا هيروح ياخد العلاج وهو كده هيخف لو ما فيش المريض ده عدل نمط حياته من ناحية حاجتين الأكل والرياضة نشاط ونوعية الجزاء اللي بيأكلوا المريض مش هيتحسن طيب يعني ايه نوعية الجزاء مريض السكر أو مريض ما قابل السكر لازم يخس لازم وزنه ينزل ما فيش حاجة اسمها هعالجك وانت هتاكل اللي انت عايزه أو سايب وزنك يزيد مفروض ان احنا بنقلل النشويات بنقلل السكرات اللي داخلها للجسم بنقلل الحاجات اللي فيها سكر زي المشروبات المحلقة أو المشروبات الغازية السكر الابيض بيفضل احنا نعدله بانواع امينة من السكر الدايت او نقلل على نسبة السكر الابيض ونحاول نستبدل ده بغزاء صحي المفروض ان فيه ناس متخصصين في التغزية اللي هي علاقة بالامراض المزمنة لكن احنا هنا يمكن الترند في مصر او المعتاد عليه دكتور البطنة او دكتور امرار السكر هو اللي بيحاول يشرح للعين ده لو فيه امكانية نتابع مع دكتور تغزية ساعدنا على خفض الوزن بشكل صحي بما يناسب نشاطي وحياتي وطبيعة عملي كويس مش هيناسب على الاقل هنتابع القواعد العامة دي هنقلل الحلويات والسكريات والنشويات بنحاول نبدل على المشروبات الغازية والعصائر المحلقة بنقلل السكر الابيض في المشروبات تاني حاجة مهمة ماينفعش ابقى نمط حياتي كسول قاعد على طول ما بتحركش فيه مريض يقول لي انا جسمي كيبتقيل ومبقدرش اتحرك وبتعب ما انت لو هتسيب نفسك الوزن هيزيد وبعد كده كمان هيحصل لك مضاعفات في الاعصاب في عضلات جسمك في المفاصل انت لازم تتحرك نعمل جدوى الاسبوعي انك تزور نشاطك بالتدريج هو المفروض مريض مقابل السكر او مريض السكر يمارس رياضة بشكل منتظم بنقول الرياضة دي بمعدل حوالي 150 ديابة اسبوعيا يعني تلت ساعة يوميا او نص ساعة من 3 ال4 تيام في الاسبوع طب انا ما عنديش وقت يا دكتور اروح جيم او ما عنديش وقت اعمال السرياضة في حاجة اسمها المشي السريع نحاول نمشي نحاول نتحرك كل ما بقى قدر اصبح عن نشاط اكبر انا بكسب ممكن ببساطة حضرتك عندك عربية تحط العربية بعيد شوية طبعا الحمد لله دا كانت بقيت صعبة في اماكن الشغلنا نقدر نركن العربية ونتمشي 10 دقيقة ربع ساعة نحاول نطلع سلم بدل ما اطلع اي حاجة تساعدني ان انا اتحرك وابقى عندي نشاط دا افضل من القادة مباشرة وطبعا رياضة المشي السريعة رياضة سهلة نقدر نمارسها بانتظام وتقدر تتحسن معنا النمط الحقيقي